أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قوات الجيش ألحقت إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية جاء ذلك خلال مواجهات مسلحة في جبل السلوم في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن زكري إن تشكيلة عسكرية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أثناء مهمة لها في جبل السلوم تم خلالها تحقيق إصابات مباشرة بعدد من الإرهابيين وأصيب عسكريان اثنان بجروح بسيطة خلال تلك العملية وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري وحالتهما مستقرة